بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا رابع أخذنا في الحصة السابقة عن شرح درس القراءة بعنوان بطولات من الأردن الذي بث لنا قصة الطفلان مريم وماهر الذين كانوا يلعبان على شاطئ البحر الميت والوالدان كانوا يستمتعان بالنظر إلى طفليهما وفجأة هبت العاصفة وسحبت الطفلين إلى وسط البحر لكن الوالدان كانوا يصرخان ويستنجدان فتجمع الناس ولم يجرأ أحد على أن ينزل أو يدخل في المياه ولكن من الذي قام بإنقاذ هذان الطفلان هو رجل الدفاع المدني المنقذ هو رجل من رجال الدفاع المدني وهو منقذ أي يكون متدرب على إنقاذ الناس الذين يغرقون فعندما ذهب إلى إنقاذ هذان الطفلان وجد مريم متشبثة بيد أخيها أي متمسكة وهما يصيحان ولكن طلب المنقذ من الطفلين مريم وماهر ماذا طلب المنقذ من الطفلين عندما وجدهما؟ طلب الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة وحاول أن ينقذهما ولكن الذي عارض الإنقاذ أن الأمواج كانت عالية فمنعت إنقاذ الرجل الدفاع المدني لمريم وماهر ولكن بعد 16 ساعة قام المنقذ بوصول إلى الشاطئ وقامت مريم بالاتصال بوالدتها وطمأنت هذه الوالدة على إنقاذ مريم وماهر وقام جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين بتكريم هذا المنقذ وأعطاه الوسام والطرقية الآن يا رابع سوف نقوم بالاستخراج لبعض القواعد النحوية على شاطئ على من حروف ماذا يا رابع على من حروف الجر التي تدخل عليها الأسماء فهذه الحروف تقوم بجر اسم بالكسرة يعني على حرف جر شاطئ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة كان كان الوالدان كان هل نعتبرها فعل أم اسم؟ فعل فعل ماض ناقص إذن كان فعل ماض ناقص الوالدان اسم كان لكن أنت لسا ما أخذتوا أن اسم كان مرفوع بالألف لأنه مثنى طيب يا رابع هبت عاصفة ما إعراب هبت؟ هب في الزمن الماضي هب وانتهى الفعل هب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب من الذي هبت؟ من؟ عاصفة إذن الموقع الإعرابي للإسم الذي نسأل عنه بمن؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة هنا لاحظنا أنه هبت تاء التأنيث الساكنة طيب سحبت سحبت الطفلين هنا سحب فعل ماضي أيضا مبني على الفتح والتاء سحبت نفس نمط هبت ولكن هنا تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب ولكن هنا حركت التاء منعا للتقاء الساكنين يعني هون سكون هون سكون لا يجوز فحركت التاء منعا للتقاء الساكنين سحبت الطفلين ماذا سحبت الطفلين؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أخذنا يا ماما أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء طيب بدأ الوالدان يصرخان ما إعراب يصرخان يا بطلة يصرخان هو فعل مضارع مرفوع بماذا بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة شو الأفعال الخمسة مثلا يصرخوا يصرخان تصرخان يصرخون تصرخون تصرخين هاي الأفعال الخمسة لأعطتكم إياها إذن يصرخان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل لم يجرأ مين البطلة تذكر لم؟ حرف من حروف إيش النصب؟ حروف النصب أن لن كي إذن لام التعليل حتى حروف العطف أو و ثم أو ثم ف إذن حروف الجر من إلا عن على في ألباء الكاف اللام إذن هاي حروف إيش يا ماما؟ هاي حرف من حروف الجزم لم لم لما لأنهي لام الأمر تدخل على الفعل المضارع فتحوله من فعل مضارع مرفوح بالضم إلى فعل مضارع مجزوم بالسكون إذن لم أداة جزم أو حر جزم يجرأ فعل مضارع مجزوم بالسكون إذا كان الفعل المضارع آخره إيش حرف صحيح ماذا نعتبره فعل مضارع مجزوم بالسكون وأخذنا إذا فعل المضارع آخره حرف علة نقوم عندما يسوقه أحد حروف الجزم نقوم بحذف حرف العلة نقوم إذا نقول فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة هون بالوالدين الباء حرف جر الوالدين اسم مجرور وعلامة جره اليا لأنه مثنى لأنه مثنى عندنا هون أبطال جمع إيش يا ماما مفرده بطل أبطال جمع المذكر سالم لا إيش اللي عرفني إنه ما فيه وونون أو يونون جمع مؤنف سالم أو ات آخره لا هذهك بطلات إذن إيش هون أبطال نوع الجمع يا ماما مين تتذكر أبطال هون جمع تكسير جمع تكسير طيب واختفى واختفى إيش هاي النوع الهمز اللي ما لفضناها كتبناها لكن ما لفضناها عشان في وسط الكلام إيش هي الألف الذي لا تلفظ في وسط الكلام واختفى هيقومنا على وصل الواو مع الإخ إيش هي همزة قطع ولا همزة وصل همزة وصل إذن هنا همزة وصل اختفى أول إشي ش اللي عرفني إنه إذا سبقها حرف العطف الواو أو الف لا تلفظ وثاني إشي إنه ما عليها همزة طيب يا بطا تدخل تدخل فعل إيش تدخل وانتهى فعل ماضي مبني على الفتح والبطل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن هنا فعل ماضي وهنا فاعل طيب والتنفسة من الأنف وعدم هذا حرف عطف حرف عطف والتنفسة من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر حرف عطف أحسن توم طيب الآن عندنا نفس الشي هنا وانخفضت همزة توصل وانخفضت أول إشي ما عليها همزة تاني إش إش يا ماما إنه ما لفضنا ما لفضنا هاي الهمزة في وسط الكلام عندما سبقت بحرف العطف و وانخفضت هيتاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب طيب درجات أش نوع هون الجمع؟ هل هو مذكر سالم؟ لا هل هو جمع تكسير؟ لا ما مفردها درجة إذن درجة درجات أو إت علامة جمع إيش؟ جمع المؤنث السالم طيب بشكل كبير كبير هون إيش إنا؟ حال لا ليش مش منصوب؟ طيب مفعول مطلق؟ لا كمان طيب إيش هون موقع الإعرابي لكبيرا؟ هنا موقع الإعرابي لكبيرا نعت يعني صفة للشكل بشكل كبيرا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة طيب التي هون اسم إشارة؟ لا اسم إشارة إيش منحكي؟ هذا هذه هتان هؤلاء التي اسم موصول التي اسم موصول أحسنتم هون تقديرا تنوين إيش؟ تنوين فتح طلعوا كيف تقديرا حطينا للإر آ لتنوين النصب حطينا آ لما ألحقنا للإر بتنوين الفتح إيش؟ أنا آ ليش؟ هكذا جميع الأحرف باللغة العربية نضع عندها تنوين الفتح آ إلا التاء المربوطة والهمزة المسبوقة بحرف علة طيب نحن ضمير إيش يا ماما نحن؟ ضمير منفصل للمتكلم الجماعة وللمفرد نحن إذن ضمير منفصل للمتكلم الجماعة نحن إحنا كلنا جماعة إما هون أنا أنا مريمو هنا ضمير منفصل لمن؟ للمتكلم المفرد إذن هنا أنا ضمير منفصل للمتكلم المفرد أما نحن هنا إيش؟ ضمير منفصل للمتكلم الجماعة أحسنتم أيضا هنا أصلا أنا مليم مليم هي نفسها أنا صح؟ إذن هون تبين أنه بتحكي عن شخص واحد أحسنتم طيب يا حلوات إيش كمان بدأ أعطيكم في عرض البحري عم الظلام أرجاء المكاني وأيضا لكن الأمواجة إذن هون عنا الأمواجة جمع والضلاء أرجاء عفوا جمع صح؟ الأمواج إيش نوعين الجموع؟ جمع موض موض أمواج إذن هون إيش عندنا الأمواج يا ماما؟ جمع تكسير جمع تكسير أيضا هنا شاطئ نلاحظه هون كتابة عالسطر شاطئ لماذا هنا أن الهمزة كتبت وين عالسطر متطرفة؟ صح ولا لا؟ أيضا البحر الميت هنا همزة وصل هنا عفوا عنا همزة وصل لهمزة قطع همزة وصل همزة وصل والميت لام شمسية ولا قمرية؟ اللي عليها السكون أي شي يا حبابة؟ لام شمسية لا لام قمرية لام قمرية هنا أيضا لام قمرية أحسنتنا ثم حرف إيش؟ ثم حرف عطف ثم حرف عطف هنا أيضا ساعة عصيبة هون مفعول مطلق عصيبة؟ لا هون عنا حال؟ لا هنا عصيبة نعت لساعة نعت إيش؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة وعلامة نصبه الفتحة هكذا قمت باستخراج بعض القواعد الرجاء نقل أو فهم هذه القواعد وكتابتها على الدفتر وإرسالها لي على المنصة وشكرا لكم